هذا وقد توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة الفائزين في بطولة مجلس التعاون الأولى للقدرة والتي أقيمت فعليتها في قرية البحرين الدولية للقدرة وعلى الصعيد الفردي تمكن فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة من السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق الذي بلغت مسافته 120 كم حيث حقق المركز الأول الفارس الشيخ حمد بن دلموك المكتوم وفي المركز الثاني الفارس سيف المزروعي وفي المركز الثالث سعيد المهري وعلى مستوى الفرق تمكن فريق دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق المركز الأول وفي المركز الثاني جاء فريق مملكة البحرين كما حقق فريق سلطنة عمان المركز الثالث في البطولة وعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته لنجاح بطولة مجلس التعاون الأولى للقدرة على أرض مملكة البحرين مؤكدا أن النجاح الأكبر تمثل بحضور فارس البحرين الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة للسباق ودعم مسيرة القدرة في مملكة البحرين بصورة خاصة وفي دول مجلس التعاون بشكل عام الأمر الذي ساهم في تحقيق الأبطال للعديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي والمتابعة المستمرة للعديد من السباقات التي تقام على أرض البحرين وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن البطولة ستكون ذات ذكرى عزيزة وخصوصا بعد أن شارك فيها نخبة من فرسان دول مجلس التعاون الذين تنافسوا على اللقب الأول للبطولة في ظل الاستعدادات المتميزة التي اتخذتها مملكة البحرين متمثلة في الاتحاد الملكي للفروسية وصباقات القدرة وبالتعاون مع اللجنة التنظيمية للفروسية مؤكدا سموه أن جهود اللجنة المنظمة للبطولة واللجان العاملة بدت واضحة من اللحظة الأولى وحتى النهاية الحدث وهو ما يؤكد أن السواعد البحرينية قادرة على تحمل المسؤوليات المختلفة والوصول للنجاح المنشود مشيدا بكل الجهود المبذولة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل زاهر للقدرة الخليجية في المسابقات المقبلة بعد النتائج المتميزة التي قدمها فرسان الخليج في السباق عطفا على بروز العديد من المواهب الرياضية القادرة على مواصلة مسيرة رياضة القدرة في الدول الخليجية والتي ينتظرها مستقبل مشرق مؤكدا سموه أن الفرق التي شاركت في البطولة حرصت على ضم مواهب جديدة وأبرازها إبرازها وسقلها من أجل دعم صفوفها وإتاحت الفرصة أمامها للمشاركة في هذه المنافسات وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ما قدمه الفرسان المشاركون في البطولة يعكس مدى قوة المنافسة على لقب البطولة والتي أصبحت منذ انطلاقتها الأولى من مملكة البحرين واحدة من السباقات القوية وشهدت المشاركة الفعالة من مختلف الفرسان في دول المجلس مضيفا سموه بأن السباق كان مثيرا وممتعا وتغيرت مراكز الفرسان في كل جولة الأمر الذي يؤكد قوة السباق وإثارته مضيفا بأن جميع الفرق المشاركة تدربت للتعامل مع كل مرحلة ونجحت في تطبيق هذه الاستراتيجية التي قادت للفوز وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الفردي والفرق مؤكدا سموه أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفرسان مستويات فنية متميزة وسرعات عالية واستطاعوا أن يتأقلموا مع الظروف المحيطة بالسباق من جانبه أشهد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيان يالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي للسباق مؤكدا أن حضورهما جاء ليؤكد دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي للفعاليات الشبابية والرياضية الموجهة لشباب دول المجلس الأمر الذي يؤكد أن الشباب والرياضة يحتلان الأولوية ضمن برامج العمل الخليجي المشترك وأعرب معالي الدكتورة زياني عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل إنجاح هذا الحدث الرياضي الهام الذي يقام للمرة الأولى تحت مظلة الأمانة العامة وشارك فيه نخبة من فرسان أبطال دول مجلس التعاون مشيرا إلى أن قرية البحرين الدولية للقدرة تعتبر من المنشآت الرياضية الحديثة القادرة على استضافة مختلف الفعاليات الرياضية في مجال الفروسية وأضاف معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن اللجانة التنظيمية بدول مجلس التعاون باتت تنظم أكثر من 32 مسابقة في مختلف الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون والآن البطولة الأولى للقدرة والتي تشكل انطلاقة حقيقية لبطولات الفروسية الإمارات ومملكة البحرين مصيرنا واحد أولا في جميع المحافل والمنافسة اللي بيننا هي المنافسة اللي تبنينا أقوى لأننا نأدي أداء أقوى في البطولات الدولية تواجد اليوم الشيخ محمد بن راشد وشيخ عمدان بن محمد يعني شرف كبير لنا عطا زخام وعطا ثقل لهذه البطولة والحمد لله ولو نسمها غالي وكبير علينا بطولة من استعاون ولكن حضور اليوم قادتنا على أرض الواقع هو الشرف الأكبر طول عمر أعتقد أن الأوراق اختلطت في المرحلة الرابعة قبلها في المرحلة الثالثة ولكن اطلعت الأمور على حقيقتها في المرحلة الرابعة والله يعني أنا الحمد لله حصاني ما قصرت طبعا أنا وخيلي ما قصرت اللي عندي نافست إلى آخر تقريبا ثلاثة أربعة كيلو متر فمنافست أفضل ونقوة فرسان وخيول الشيخ محمد بن راشد هذا شرف كبير لي وشرف كبير أن أجابه هذا الجبل الكبير وهذا الشخص الخبرة في عالم الخير هذا اللي بالعكس طمني ويعلمني أن أنا يعني واصل خير ووصلنا مكان من ناحية التدريب والتجهيز نحن وصلنا هذا المستوى طول عمر تشريف سيدي جلالة الملك للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من ثلاثة تسابيع بلا شك أن هذا دعم لجميع الفرسان وتأكيد متابعة ومؤازرة سيدي جلالة الملك للشباب في البحرين والله حضور الشيخ محمد وحضور جلالة الملك يعني هو اللي يجمعهم على شي يحبونه مثل الغيل هذا أهم شيء نشوفهم فرحانين وخارج أجواءهم الرسمية ترجمة نانسي قنقر